تطور جديد طرأ على أسلوب الميليشيا في التعامل مع اليمنيين حتى مع أولئك الذين يقاتلون في صفوفها لتثبت كل مرة أنه لا يوجد في قانونها سوى الموت والقتل حقيقة تؤكدها الأخبار الواردة من محافظة الضالع فبحسب مصادر ميدانية فإن الميليشيا أقدمت على قتل عشرات من العناصر الذين قاتلوا في صفوفها بعد اتهامهم بمحاولة الهروب من المعارك وأضافت المصادر بأن القتل هم من أبناء منطقة حرام الذين ساعدوا الميليشيا في الدخول إلى المحافظة في وقت سابق ليكون القتل هو النتيجة الحتمية لكل من أنساق وتماشى مع نهج هذه الجماعة وتعد الضالع هي الجبهة الأكثر حصادا لعناصر الميليشيا في الآونة الأخيرة ما جعلها تدفع بالتعزيزات المتلاحقة في محاولة منها لإحراز أي تقدم وهو الأمر الذي حالت بسالة المقاومة الشعبية في جبهات القتال دون الوصول إليه